مئات الأساتذة التحقوا لحد بمناصب عملهم بعد عطلة دامت قرابة الشهرين في موسم سيكون استثنائياً بالنظر إلى عديد الإجراءات التي تم إقرارها هذه السنة من قبل الجهات الوصية والله هذا عيد نحن ما قلوش ديها الدخول هو عيد للجميع الدار الكبير الله يبارك دارنا هذه ربنا فرحانين بها كما راكم تشوفوا يعني ظهر الفرحة على الزملاء والإداريين فرحة كبيرة اليوم كي دخلنا المؤسسة التعنا جديدة بعد معاناة دامت أربع سنوات كل الاستعداد والاستعداد كان منذ بداية المشوار ça fait quand même depuis 1992 on peut dire que le train de la carrière c'est vers les 32 ans إن شاء الله toujours avec le même enthousiasme, la même volonté, toujours prêt مع الفرحة هذه أكيد رانا جاهزين إن شاء الله أنا ننجوز عام حافل بالنجاحات إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن تكون سنة موفقة لنا ولتلميذتنا إن شاء الله تكون مملوئة بالنجاحات والظروف تكون جيدة يعني ووجود مخابر والورشات الجديدة راح يساعدنا بطبيعة الحال على أداء أحسن مما كنا عليه في هذه الفترة التي ماضت دخول تعليمتها الأستاذة الجميع الأستاذة دارهم حاضرين عندي 25 أستاذ الله يبارك الحضورتهم دارهم موجودين جميع المواد يعني ما عندي حتى نقص اعتماد وزير التربية الوطنية مقاربة الدخول عبر مراحلة من شأنها أن تجنب القطاع العديد من المشاكل والثغرات التي يمكن أن تؤثر على السير الحسن للموسم الدراسي المقاربة تقريبا هي مقاربة جديدة التي جاءت مع سيد وزير التربية وهو مشكور أن الدخول يكون على مرحل المرحلة الأولى للإداريين ثم المرحلة الثانية للتربويين الأستاذة ثم المرحلة الأخيرة وهي للتلاميذ طبعا هذه رايح تسمح باش نقص كل العيوب اللي ممكن تكون على مستوى المؤسسات اللي ممكن تكون على مستوى الإدارة يعني المديرية من تعينات إلى آخره حتى نصل يوم دخول التلاميذ إلى دخول بدون خطأ إذن هو أول يوما للأستاذة في مؤسساتهم في انتظار تحديد يوم الدخول المدرسي والتحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة على أمل أن يكون عاما مستقرا للتلاميذ وأستاذاتهم على حد سوى